نسيكا حام الإدعاء الأولى في تونس بعد فتح مورو نائب رئيس مجلس ما بشعب السابق خلنبدأ من المجلس الوضع في المجلس هل يختلف عن الوضع متاع الخمس سنوات السابق؟ يقين أن يختلف يختلف المشهد في صورة أفضل المشهد تشتت ولكن المشهد دخلت عليه مؤثرات جديدة خارج عني طاقة المزاحمة السياسية اللي هي عادية في البرلمان برلمان بقعة خلافة لكن الآن يبدو أنه فما معطلات فما إيراد التعطيل فما عطلة وعطلة مفروضة وبأسليب أحنا ما تعودنا هاش في مجلسنا وما نتصورش أن أحدا يرضاها هل يمكن أن يستمر هكذا؟ هل يمكن أن يستمر؟ ما هو ممكن يستمر يعني أنه يبدو أن النوع هذا من التصرفات اللي تحصل الهدف منها هو إفشال إفشال البرلمان تعطيل البرلمان إن شاء الله ما يكونش هذه النية لأنه نحكم على نوايا الناس ما هو شو معقول نقول اليوم أحنا مطالبين باش نبقيوا على هالمكسب هذا البرلمان رغم أن يكون الناس تختلف حوله والمشهد قدام المواطنين مشهد سيء الناس ما يحبوش العرق ما يحبوش الإخصان لكن الشعب التونسي واليختار والشعب التونسي مخير اليوم بينه يكون عنده برلمان ولا يكونش عنده برلمان لأ أنه يكون عنده برلمان متجمش يكون ما عندكش برلمان حتى في ديكتاتوريات يظهر يفهموا برلمانات لكن التوانسة قابلين باش يكون عندهم برلمان بالمواصفات متع البرلمانات اللي تجمع شتات متع أحزاب مختلفة أحنا في بلادنا فما بازلنا كيفقنا من الدكتاتورية جات أطراف متعددة ما تعودتش تعيش مع بعضها لأول مرة تلقى روحها في ساحة واحدة تستنى في الترينو مش وقع ما بينناتنا خلاف في عود نحكم القانون اللي يفصل الخلافات ونعود رواحنا على أن انخفضوا من منسوب التشنج في داخلنا ما أنت كنت نائب رئيس عن حركة النهضة مثلا وأدرت المجلس تقريبا عدة أغلبية الجلسات كنت تديرها معنى سعد فاتح مورو ما كانش تصير بهذه الطريقة وهذا التشنج داخل الجلسة العامة وحتى إدارة المجلس اللي كانت عن سيمو حامد الناصر إدارة إدارة الخلافات داخل المجلس ما كانتش بهذه الحدة كان يتم استيعاب هذه الخلافات والخروج منها عليش اليوم صار هك هل هناك سوء إدارة المجلس أنا قلالك قلت الغنوش يضع منه الخيط وهذا خلل كبير ويجب أن يجد لنفسي مخرجا من ذلك ومشكون يمشي إلى سحب الثقة منه ومشكون يدعوه إلى الاستقالة حتى من داخل حركة النهض يقول له هذا يقول له هذا الكلام ويقول له أنه هذا لصالح حركة النهض ما رأيك حتى ربما ينهي هذا الخلاف داخل المجلس ولا لا هذا ميحلش خلاف على خاطر اللي شفته أنا لسبوع الماضي أنا سيدة شواشي كانت هالي تدير جلسة وأنها يتقرف بفاتحة على أرواح شهدات تونس وناس يقولون هاي اللي ما ما تشرفش المرأة ياللي ما تشرفش المرأة وما أمكنش عقد الجلسة فالقضية هي قاعدة تتجاوز حدود الرئيس قاعدة تتناول نواب الرئيس كذلك إذن الوضع هذا ما نرضوش به إذا كان المسألة تتعلق بشخص الناس اللي سماوه يقولون له براتك على روحك شين المشكلة هو موطل منهم حاجة هو لكن وقت اللي يتولي موقف من مؤسسات المجلس لما كتب المجلس ينعقد اللي جان ما تنعقدش العرق والخصام في كل البقعة في الكلوار يولي الأسلوب هذا ما هوش هو الأسلوب اللي نختاروه لمجلسنا إيش هو الحل نستعمل قانون داخلي لكن تعمل إيرادة يا سيبو بكر سيادتك تعرف وأن المجالس المتنوعة إذا كان ما فهماش رغبة من الأطراف في أن تتعامل فيما بينها وترضى بالقانون الأغلبي وترضى بالحل المنقوص للمحافظة على المجلس ما يمشيش المجلس بعض من حركة النهضة وأنه خطأ أنه راشد الغنوشي ترشح أصلا لإدارة مجلس نواب الشعب هذا تاريخ هذا تاريخ يحلس مشكلة أول المشكلة أول تشاطرهم الرأي أنت نعم أنت تشاطرهم الرأي أنا من هارلولاني قد ما تدخلش وعن تجربة لأنني أنا من رأيش لأستاذ راشد الغنوشي ينزل بالموقع متاعه من كونه أحد زعماء السياسة في تونس إلى أنه إنسان يناقشه في جزئيات الحركة متاعه ولا يناقش حتى في كرافاتو وحتى في الباسو الخاص وأنا كنت نتوقع أن الأستاذ راشد الغنوشي أعلى من كونه يكون هالطرف هذا عنده حزب يعمل منطق حزبه وربما حتى يخرج من حزبه بيكون شخصية وطنية مشاععة قادر على أن تقدم عصارة العمل المتاح فتشخيص القضية غالط أستاذ بك تشخيص اليوم أحلق قاعدين شخصه في الأزمة الحالية أنت تسمع البارح اليوم ناس تدعو إلى إقالة السيد رئيس الجمهوري وعنده استوعشرين صوت ولا سبعين ولا قد ناس تدعو إلى إقالة السيد رئيس الحكومة ناس تدعو إلى إقالة السيد رئيس المجلس نواب الشعب وهؤلاء جميعا أورد لابلك وش هذا الموضوع لما تروح في تورنس هل أحنا اليوم راغبين بش نعملوا عمل جماعي من خلال مؤسسات انطوروها إذا كان هناك انطوروها إذا كان ما عجبتناش انبدلوها لكن نبقيه على مفهوم المؤسسة اللي قاعد يضيع اليوم فيه خضم إما تجاير لأحزاب أو تجاير لأفراد وكلا الأمرين مخطئون في تصوري فمش كون يقول يوم استحالة العمل في مجلس نوع بالشعب حل البرلمان الدعوة إلى انتخابات انتخابات جديدة شوف كل الأساليب الواردة بالنص القانوني يمكن استعمالها اللي ما نحبوه هو الخروج على النص والقرار السياسي عندما يكون مستند على نص قانوني يتقبل لكن ملاهي يتحمل تبعاته السياسية بعد ذلك لأن القرار السياسي اليوم يقالت سيد فلان ويقالت سيد فلان وحل المجلس الفلاني هل يحل الإشكال غدوة ماك بش تعمل مجلس ربما ينقص من الحدة كيفاش ينقص من الحدة فيه تصوري ما نخدوه بنفس بنفس الأشخاص هذو ما بش يقل نفس الشعب بش يختار قريبا نفس الأشخاص بش يزيد لهذا وينقص لهذا بش نرجعوا زعمه إلى نفس عركة عمناول اللي احنا توا ما عناش عشر سنوات واحنا نجربه وما عناش من عام 14 لتوا ما وسبع سنين تحتخي ضم هالقانون الدستوري جديد اللي اعتزينا به عند مصدر في الأثناء حركة النهضة تدعو خلفائها وأصدقائها إلى النزول إلى الشارع الدستوري الحر عابير موسي ليو دي تقول راه معناها رفعنا الاعتصام داخل المجلس وندعو أنصارنا والديمقراطيين إلى النزول إلى الشارع والخوف كل الخوف وهذا نعرفه تطوراته تؤدي لشنوه هذا انحراف خطير من أي جهة كانت هو انحراف خطير علش لأنه هذا يخروج عن مفهوم المؤسسات للدولة أهلين مفهوم ما قبل المؤسسات وقت اللي كنا ما نش مربوطين لاب دستور لأننا مربوطين بقوانات أساسية وقتها كنا نتعارك ونختصم إلى الشارع لكن اليوم عشو ما اختصم للشارع وشارع خطير لأن الشارع في نطاق المطالبات الاجتماعية ممكن في نطاق مطالبات تحسين الوضع ممكن الحريات كذلك الحريات ممكن أما بشيء اللي هو ساحة الخصومة السياسية فهذا لا خير فيه تنبه من هذا سعد فتح مورو نقول احطاتوا يا عقلاء يا توانسة ما تنزلوش على المستوى هذا نرضى بش نخسر من نطاق المؤسسات لكن ما نحبش نخسر بلادي وقتل نخرج الشارع الشارع غير مأمون وخاصة في الخصومات السياسية القايمة على الإيديولوجيات وعلى الماضي والقديم والحاضر والجديد ولا غير ذلك اللي تشنج الناس الشارع تنتهي إلى تحطيم البيت ولا تقاتل معناها معناها ويقعدين نتعاركو إذا كان نتعاركو إحنا قعدين في الكرسي معقول أما إذا كان طابت أنت من كرسيك وأنا من كرسيك وأنت تصفن عليه ديك وأنا نصفن عليه ديك البلار بش يتكسر والباب بش يتكسر واللمبوبة بش تطفى وهذا يموش معقول